كل مرحلة من الحمل يا جماعة بيبقى لها ترتيبات وفحوصات وتحاليل وأدوية كمان متعلقة بالفترة دي من الحمل في حاجات زي المثلا الشعر ربعية عند بعض الناس بنعملها في وقت معين وممكن تتكرر في تحاليل زي تحاليل الغدة الدراقية وتحاليل السكر وتحاليل الأنيمية وتحاليل بول من التحاليل اللي بتتكرر على مدار الحمل يعني مش بتتعمل مرة واحدة وخلاص كل فترة من الحمل الثلاث شهور غير الأولانين غير التانين غير آخر ثلاث شهور وفي تحاليل متعلقة بالولادة بتتعمل قبل الولادة الفترة اللي قبل الولادة على طول يا ريت نلتزم بالتعليمات ونلتزم بالفحوصات والتحاليل اللي الدكتور يقولك عليها شكرا